كمان ثواني كمان دقاي أقل من دقاي الزمالك سيخرج بقرارات رسمية يعني خطفنا منها عنوان لحد ما تبقى معك ورسمي اجهز لعلك تشاهد خبرا مهما فعزيزي المشاهد ما استطعنا أن نصل إليه وكمان ثواني يبقى عندك القول الفصل هو أنه بعد انتهاء التحقيقات مع فتوح تم خصم خمسة وعشرين في المية من مستحقاته صح كده خمسة وعشرين في المية وتم اختار الاتحاد المصري لكرة القدم بهذه العقوبة بشكل رسمي شكرا بشوات شوف أنا قلت كلمة مش دقيقة فهم صححوا هالي دلوقتي أنا قلت من مستحقاته هي بقى مش من مستحقاته هي من قيمة العقد كله وهذا رقم لو تعلمون عظيم يعني فتوح لو بياخد مليون جنيه فيه ٢٥٠ ألف ضاع ده على فرضية أنه بياخد مليون ٢٥٪ في المية إذن خاص من ٢٥٪ من قيمة عقد فتوح مش ٢٥٪ من مستحقاته المتأخرة مثلا لا ده من العقد كله وإبلاغ جهاز المنتخب بالعقوبة الموقع على اللاعب كمان ثواني هيبقى هيتم الإعلان الرسمي عظيم عظيم يلا بينا على الهواء على طول يلا على الهواء على الهواء مباشرة إن الزمالك يقرر خصم ٢٠٪ من مستحقات من عقد صبحي و ٢٥٪ من عقد الزناري يبقى ٢٥٪ من عقد فتوح ٢٠٪ ماشي ٢٠٪ من عقد الزناري ٢٪٪ آسف من عقد صبحي ٢٥٪ من عقد الزناري المعلومة اللي عندي مع استمرار عرضهم للبيع ماشي كده؟ مع استمرار عرضهم للبيع أسأل زميلي برضو في الإعداد عشان خطر أنا إيه؟ أنا دلوقتي على الهواء فأنا المعلومات دي كلها بتطلع على الهواء لأن هي لسه حالية طيب فتوح هل يا شباب ما تمش الإعلان طيب عشان أنا وإنت كنا نسأل نفس السؤال مش إنت دلوقتي كنت تسأل تقول طب هل فتوح يستمر عرضه؟ المعلن إن الاتنين اللعيبة هم اللي تعرضوا للبيع استمرار عرضهم في القرار اللي طلع وما تقالش الفتوح كده صح؟ ولا أنا ما فهم غلط يا شباب؟ صح حقولي استمرار عرض الثلاثة للبيع خلص كده تقفلت استمرار عرض الثلاثة للبيع مش فتوح مش هيتباع ولا اتنين ما يتباع لا إذن القول الفصل كده الزمالك يقرر خصم 20% من عقد صبحي 15% من الزناري 25% من فتوح واستمرار عرض الثلاثة للبيع هذا هو القرار الرسمي لنادي الزمالك فيما يتعلق بهذا الشأن بعد انتهاء التحقيقات اشتركوا في القناة